يواصل الآلاف من الفلسطينيين النجوحة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب توسيع قوات الاحتلال من عدوانها على المناطق التي وجهت الفلسطينيين بالنجوح إليها وتستضيف مدينة رفح الفلسطينية وحدها أكثر من نصف السكان القطاع بأكمله هذا وأبدى عدد من الفلسطينيين تخوفهم من استمرار استهداف رفح مشيرين إلى اقتضادها بالنازحين دون وجود مقاومات للحياة من دون مأوى بارد ونكبه وحتى غير آمنة كمال للحياة غير آمنة ولدنا في الليل بخيام صور وهينا لو بدنا نطنع من رفح إحنا مش عارفين من الروح ولا عارفين مصيرنا ولا مصير أولادنا خايف على نفسه على أطفاله على بيته على حاله مشتتين هاي نحنا في الخيام يعني ومش عارفين وين ضر يعني معناته الحين وين بدنا الروح ما ضلش في حياة غير نموت هنا في بلادنا أحسن مما نروح يقد ولا هيك